نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو صحة التقارير المتدولة بشأن نيته إقالة قيادات الأجهزة الأمنية وصفا إياها بغير الصحيحة وتهدف لإثارة الانقسام وأكد مكتب نتنياهو أنه عقد اجتماعا مع رؤساء الأجهزة الأمنية الثلاثة وهي الجيش والشباك والموساد حيث شدد على أهمية موصلة التعاون مع وزير الدفاع الجديد إسرائيل كاتس ونفى مكتب نتنياهو المزاعمة بأن وزراء اليمين كانوا على علم مسبق بقرار إقالة جالانت مشيرا إلى أنهم علموا أو علموا به من وسائل الإعلام أما فيما يخص إقالة وزير الدفاع أف جالانت قال نتنياهو إن الثقة تآكلت على مدى الأشهر الماضية لذلك قرر إقالته وفي آخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان أغارت الطائرات الإسرائيلية على مثلث دير قانون النهر ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمحال التجارية وعند ساعات الفجر الأولى شنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات على قرى في قضاء أي صيدة وإقليم التفاح فيما تعرضت أطراف بلدة شقرة ووادي السلوقي وبلدة قبريخة لقصف مدفعي إسرائيلي مباشر هذا وحلقت مسيرات إسرائيلية استطلاعية فوق قرى قضاء أي صور وبنت جبيل بكثافة وعلى مستوى منخفض حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي جميع السكان المتوجدين في منطقة النباطية بجنوب لبنان حذرهم الابتعاد عن مباني تم تحديدها وأيضا المباني المحيطة بها وفي تغريدة لأدرعي نشر الخرائط التي حدد فيها الأماكن التي سيستهدفها في النباطية زعيما أنها تحتوي مصالح تابعة لحزب الله وأضاف أن العائلات المتوجدة هناك عليها تركوا المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر